لم تنتهي أسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي بدأ إطلاقها منذ توليه منصب رئاسة الحكومة بضربات مباشرة ضد الفساد المتابعة مستمرة مع هيئة النزاهة الاتحادية وما يكمل سير قرارات سابقة تعزز جهود مكافحة الفساد في البلاد القرار الجديد الحاسم بإلزام مؤسسات الحكومة التنسيق مع النزاهة بما يتعلق بالاتفاقيات الدولية يضع العراق في مواجهة الفساد سي من ضممه لاتفاقية الأمم المتحدة في ذات الإطارة وبما يفسر ملامح الصورة المستقبلية للبلاد التي أرد الكاظمي من خلال القرار الجديد أن يعزز تفاصيل صورة النزاهة في مرافق الدولة وتحقيق منتج يعيد أوراق المال والأعمال إلى سلم النهوض بالاقتصاد العراقي من جهة وغربلة المؤسسات الرسمية من فوضى الفساد المتراكم منذ سنوات خطوة ثانية على الطريق تأتي بتوحيد جهود التوثيق والتعاون بين مؤسسات الدولة والجهاد ذات العلاقة وذلك تحقيقا للإنتاجية في مصنع محاربة الفساد بعد أن وصلت أضراره إلى عمق أرهق البلاد وأنتج طبقة تخريبية لم تؤثر على العراق الداخلي فحسب بل على مستوى تكوين علاقته مع المحيط والعالم البيان الذي يأتي في وقت مهم يعزز تمثيل العراق في الاتفاقية الأممية السيما بعدما صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من أجل تعزيز التعاون العربي في ميادين الوقاية من الفساد ومكافحة كل أشكاله خطوات ثابتة أنجزها الكاظم على طريق يمهد للعراق هزيمة صناع الفساد وإحياء نهضته من جديد اشتركوا في القناة